الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلازلنا مع البلاغة الواضحة وصلنا إلى تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرى فيه اسما جامدا تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرى فيه مشتقا أو فعلا كل تبعية قرينتها مكنية وإذا أجريت الاستعارة في واحد منهما امتنع إجراؤها في الأخرى قال المتنبي يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عن من قال ما ليس يسمع في البيت استعارة مكنية وتصريحية شبه القلم وهو مرجع الضمير في لسانه بإنسان ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان فالاستعارة مكنية وشبه المداد بالظلام بجامع السوى واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية وشبه الورق بالنهار بجامع البيض ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية وقال أيضا يخاطب سيف الدولة أحبك يا شمس الزمان وبدره وإلا من فيك السهى والفراقد شبه سيف الدولة مرة بالشمس ومرة بالبد بجامع الرفعة والظهور ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس والبد للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين وشبه من دونه مرة بالشهى ومرة بالنجوم بجامع الصغر والخفاء ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السهى والفراقد للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين وقال المعريف الرثافة عشقته البابلية حقبة فلم يشفها منه برشف ولا لثم شبهت البابلية وهي الخمر بامرأة ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو عشقته على سبيل الاستعار المكنية وإذا رجعت إلى كل أجزاء أجريناه للاستعارات السابقة رأيت أننا في التصريحية استعرنا اللفظة الدل على المشبه به للمشبه وأننا لم نعمل عملا آخر ورمزنا إليه بشيء من لوازمه وأن الاستعارة تمت أيضا بهذا العمل وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل ثم استعير اللفظ الدل على المشبه به وهو السكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكته بمعنى انتهاء وهذه استعارة تصريحية وقال المتنبي ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيلة وشبه وصول صوت الأسد إلى الفرات بوصول الماء بجامع أن كل ينتهي إلى غاية ثم استعير اللفظ الدل على المشبه به وهو الورود للمشبه وهو وصول الصوت ثم اشتق من الورود بمعنى وصول الصوت بورد بمعنى وصل استعارة تصريحية فإذا أنت وازنت بين إجراء هاتين الاستعارتين وهم الرابع والخامس وإجراء الاستعارة الأولى وهي الأولى والثانية والثالثة رأيت أن إجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبه به للمشبه كما انتهى في الاستعارات الأولى بل يزيد عملا آخر وهو اشتقاق كلمة من المشبه به وأن ألفاظ الاستعارة هنا مشتقة لا جامدة ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التابعية لأن جريانها في المشتق كان تابعا لجريانها في المصدر ففي الأول وهو ولما سكت عن موسى الغضب يجوز أن يشبه الغضب بإنسان ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو سكتا فتكون في الغضب استعارة مكنية وفي الثاني وهو ورود الفرات زئيره يجوز أن يشبه الزئير بحيوان ثم يحذف ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو ورد فيكون في زئيره استعارة مكنية وهكذا كل استعارة تابعية يصح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية غير أنه لا يجوج لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما إذن القاعدة تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرى فيه اسما جامدا تكون الاستعارة تابعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا كل تبعية قرينتها مكنية وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى نموذج قال الشاعر عضنا الدهر بنا به ليت ما حل بنا به شبه الدهر بحيوان مفترس بجامع الإيذاء في كل ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو عضه فالاستعارة مكنية أصلية وقال المتنبي حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحجى سقي الرياض السحائبي شبه الشعر بحديقة بجامع الجمال في كل ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه فالاستعارة تصريحية أصلية وشبه الحجى وهو العقل السحاب بجامع التأثير الحسن في كل وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو سقا فالاستعارة مكنية أصلية وقال آخر يخاطب طائرا أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتني شبهت الأزهار بالضاحك أو بالضحك بجامع ظهور البيض في كل ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم اشتق من الضحك بمعنى الإزهار ضاحكة بمعنى مزهرة فالاستعارة تصريحية تابعية ويجوز أن نضرب صفحا عن هذه الاستعارة وأن نجريها في قريناتها فتقول شبهت الأرض الخضراء بالآدمي ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو ضاحكة ويجوز أن تشبه ويجوز أن تجري الاستعارة مكنية في العارض